لم تعد الدورات التلفزيونية المتخصصة عنوانها الخارج هنا في غزة أقام مركز قناة الكتاب للتدريب والتطوير دورة في الإخراج التلفزيوني وصناعة الأفلام وعلى مدار أسبوع كامل عاش المتدربون أجواء غير مسبوقة مع المخرج البريطاني من أصل باكستاني أسد قريشي لقد جئت إلى غزة للتدريب في مجال التلفزيون ومنذ البداية تفاجأت بكم المعلومات التي يمتلكها المتدربون حول موضوع التدريب وبالرغم من قلة المصادر لدى المتدربين إلا أنهم يعرفون الكثير من المعلومات حول عمل القنوات التلفزيونية لذلك فإن ما قمت به خلال التدريب هو تذكيرهم ببعض التفاصيل الخاصة بالعمل ولو كانوا يملكون موارد كافية لا محتاجوني بالإضافة إلى قلة المصادر المعدات تحتاج إلى تطوير على أي حال المتدربون جيدون ولقد كنت سعيدا معهم ويوجد فريق جيد جدا وآمل أن أعود مرة أخرى للعمل معهم مراحل إنتاج الأفلام وأدوار العاملين فيها وشرح مفصل لتقنيات الصوت والصورة مع معالجة وتحرير المقابلات واللقطات التلفزيونية هي بعض محاور الدورة التي تجاوزت العشرين ساعة انتقل فيها المتدربون إلى الميدان للتطبيق ولإنتاج فيلم خاص بهم بإشراف المدرب يختتمون به الدورة نحن سعداء حقيقة بإتمام هذه الدورة دورة من هذا النوع على هذا المستوى التي يكون فيها مخرج بريطاني وهو المخرج القدير أسد قريشي صاحب الخبرة الكبيرة في هذا المجال يكون بيننا في قطاع غزة ونستفيد منه من خلال مركز تدريب مناعة الكتاب الفضائية ليقدم دورة مميزة حقيقة للمخرجين الفلسطينيين وللشباب أيضا حتى يستفيدوا من هذه الخبرة الكبيرة خمسة عشر متدربا من العاملين في المؤسسات الإعلامية تم انتقاؤهم ليشارك المخرج أسد قريشي ورشات مطولة قدم فيها المخرج البريطاني النصح والإفادة من تجاربه المختلفة هذه أول دورة بهذا التخصص وهذه التخصصية في قطاع غزة سعينا أن يكون لدينا مدرب بخبرة عالية مثل التي تتوفر عند الأستاذ أسد قريشي وهو مخرج بريطاني يعمل في هذا المجال منذ أكثر من عشرين عام وحائز على عدد كبير من الجوائز نتمنى أن نكون قد وفقنا في إصال هذه الفائدة لعدد كبير من المتدربين وعلى وعدنا الدائم بأن نستجلب أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة من الداخل والخارج لخدمة أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني تحديدا من أصحاب هذه الاهتمامات وهذه الأعمال التلفزيونية وفي أجواء حميمة أصدل الستار على أيام شاقة تكللت بتخريج هذه الدفعة وتكريم العاملين على الدورة التدريبية وضيف غزة